علشان تتابع الحلقات اللي جاية ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس توعية تقدم صحيتين ونص مساء الخير ازاي كما ده ايه ده انت عندك حد يا خلاصي يا خلاصي مين السكر ده سكر ايه غير السيرة ما تجيبش سرت السكر قدامه خالص وبعدين ده مش طفل صغير ما تعملوش كده ده كبير ده كبير ده ده حاج مصغير اوي ما هو حاج مصغير كده بس هو كبير هو عودفه معانا هنا اتفضل اعرفك ده البنكرياس مساء الخير افندم ازاي حضرتك اهلا وسهلا انت شرفت ايه ما لك دخل الدخلة مش حلوة كده يعني ده انا دخل بسلم بشياك او محترمك الشيكة دي اما تبقى دخل على بنكرياس تا واحد صاحبك بس انا بني بناك عشرة قديمة وعلى اخلي منك استغفر الله العظيم هو انا مش عاجبه ولا عضوه من اهضأ جسمي مرة الكبد والمرارة يشتكو ومرة الامعاء الغليزة مش عارف عايزة ايه والمعدة اللي مباستفاني طول الوقت واخرتها حتى البتاع اللي مش باين ده وكنت فاكروا عين صغير يزعق لي ويعلف صوته صدقنا اللي غلطان علشان قعدت اتكلم معاكم وعملت راسي براسكم وحيدوا لا يا جماعة انتو باين تتخنقوا عندي بقى ولا ايه تي مش شايفة معدى بيتكلم ازاي البتاع ده اللي قدي النملة انت بتغلط كده يعني ولا ايه شايفة معدى بيغلط ازاي لا 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 اوعى تغلط فيه هو احنا نقدر نعيش من غيره النملة قال ما تزعلش نفسك ابدا يا بنكرياس يا معدى هو البنكرياس ده وظفته ايه انا مش فكره اصلا اعرفة كانت نفسي انا رقوف اللي محدش بيعمل له حساب عارفوا انا الحجمي صغير ومبسوط ان انا صغير ولاقي حتة على مقاسي عض فيها بس تفتكر كده يعني عضو زي بالحجم ده يقدر يفرز كمية انسولين قد ايه عشان خطر يحرقلك السكريات اللي انت بتاكلها طب خلاص يا سيدي لو عندك مشكلة نحلها لك قول لي بالراحة ايه مشكلتك وانا ساعتك انا مشكلتي ان الانسولين اللي بفرزوا طب يا عم دلوقتي بالراحة كده انا ما بحبش الحاجات المسكرة قوي بخد لي 3-4 كبات شاي وقهوة في اليوم بالكتير يعني حوالي 3-4 معالق سكر بالكتير في اليوم ده كتير عليك ما انا عارف ان انت ملكش في الحاجات المسكرة قوي بس مش المشكلة في الحاجات القلوة والا 4 معالق سكر بتوعك دول طيب فين بقى المشكلة؟ اللي انت مش اخد بالك منه واللي انت متعرفوش ان الكاربوهايدريت والنشويات دي اصلا سكريات يا معدى ما ترد انت بقى سمع بيقول ايه الكاربوهايدريت والنشويات سكريات ازاي يعني؟ ايوا فعلا هو بيكلم مظبوط كل دول سكريات انتوا هتجننوني يا جماعة مش الكاربوهايدريت والنشويات دول زي البطاطس والرز والمكارونة والدقيق والعيش وكل المغبوزات دي ايوا مظبوط كل دول؟ لا اله الا الله طب ودول سكريات ازاي يعني؟ سواني يا بن كرياس بعد اذنك انا هتفهم الكرباهيدريت والنشويات دي كلها نش والنشة دي اسمها سكريات معقدة يعني جزيق سكر جنب جزيق سكر جنب جزيق سكر يجمعوا مع بعض يعملوا نشة يعني النشة مبنية من السكر لأ ثانية واحدة بق يعني أنا لما باكل حاجات حلوة أو نشويات وكرباهيدريت بالنسبة لك يا بنكرياس أنت بتصنف كل دول حاجة واحدة اللي هي سكر ايوه مزبط كده ده غير السكرات اللي موجودة في الفكهة والخضار هبا وعلشان كده مرضى السكر النشويات الكتير غلط عليهم ينهر أبيض أنا إزاي ما خدتش بالي من الكلام ده قبل كده لا ده انت شكلك ليك حق كبير أوه يا بنكرياس ده أنا فعلا معظم أكل نشويات وكرباهيدريت وأنا ما عنديش مشكلة ما هو أي بني آدم الحد الطوية بتاعه ستين في المية من أكله كله نشويات لكن كمية النشويات اللي اتبعتها لي كل يوم دي مش طبعية محتاجة بنكرياس قد الجموس عشان يعرف يحرقها لك ده أنتو دخلتوني في متاهات وحورات وقصص وحكايات ولولي المطلوب مني علشان أعرف أشوف إذا كنت هقدر عمله ولا لأ إلا أنا عايزك تعرفه بس النهاردة إن أنا شغال بي كامل تقطينير ونهار ولأ استهلكتني أكثر من كده وتعبتني لقدر الله ممكن تبقى مريض سكر وما حدش مننا هيعرف يكمل معاك وده اللي انت ما تتمنيهوش ولا نتمنيه ولا أي أعوض في الجسم يتمنى أن دايه يحصل ده لا قدر الله لو حصل كلنا بنتئذي ونتضرر لا خلاص أنا فعلا لازم أخد بالي من نوايات وكميات الأكل بتاعي بعد كده شوفتوا بقى لما بنتكلم بالراحة بنوصل لحلول إزاي أنا ما كانتش قصديات كل الدخلة دي بس بصراحة كده أول ما شفتك قدامي تعصت وافتكرت اللي انت بتعمله فيه وعموما يا سيدي حقك عليه لا بنكرياس أنا مش زعل منك أنت عندك حق أنا بصراحة بزودها فعلا في الحاجات دي ومش عايزك أنت كمان تزعل مني أنا والله بحب كل أعضاء جسمي بس أنا للأسف عندي شوية عدد غلط كده متعود عليها من زمان بس لازم فعلا أشتغل على نفسي وأصلحها لأن الموضوع طلع فعلا مش بسيط ويستاهل الاهتمام غدا نلتقي مع دكتور زكري سليمان في صحيتين ونص